كان فيه في اسكندرية مبارح في منطقة نار الصيد ما احنا بنحاول ان احنا نعمل بشار خير واحد واثنين وثلاثة والدنيا اللي تفرح شفناها هناك فنحاول نغير واقع الناس من منطقة هذه منطقة يعني بتوصف انها منطقة محتاجة على التنظيم لانه مفيش تنظيم محتاجة على الترتيب لانه مفيش ترتيب مبارح بالمصادفة كنت فيه يعني تقابلت مع سيد محمد الشريف محافظة الاسكندرية والحقيقة يعني مجهود خرافي بيبدل وفهم للواقع وتعامل مع الواقع بجراءة وبانسانية ايضا احنا عايزين الخير للناس عايزين مصلحة الناس بمساطة شهدية جدا الناس اللي هتنتقل من نادي الصيد من منطقة نادي الصيد ده في اسكندرية بالمناسبة منطقة غير منظمة مش عايز اقول عشوائية اللي عنده بيت ملك او شقة ملك هيتم نقله الى مكان متحضر في بيت او شقة ملك واللي قاعد في شقة ايجار هيتم نقله الى شقة ايجار في المكان الجديد افضل واكثر رقي وحضارة والمحلات اللي عنده محل ملك ياخد محل ملك اللي عنده محل ايجار ياخد محل ايجار كم اسرة حوالي خمسة وعشرين الف اسرة 25 ألف أسرة موجودين في المكان الناس أهلين الطيبين اللي احنا شفناهم مبارح في ناس طلعت مبارح وزعلنين ازاي تنقلونها وبدأ هو برضو معلش من حق الناس تقوى عبر الدولة بتقول أنا بقول الهيئة لاندرسية القوات المسلحة بتبزل مجهود خرافي لمساقق الزمن عشان نخلي أهلين دول قاعدين في أماكن محترمة ونقضي على عشوائيات ونقضي على تنظيم الموجود بقول تاني زي ما قلت في الملف الأولاني المرتزقة وأدعياء السياسة يبتعدوا اللي بيزايدوا يبتعدوا أنا بقول تاني في نادرسية دي ما حدش يزعل مني من يعني إخواتنا وأهلين في منطقة نادرسية وانا بحب الإسكندرية بشكل خاص انه بالتأكيد في أصحاب مصالح ضد التطوير بالتأكيد في أصحاب مصالح ضد التغيير في ناس أصحاب مصالح ضد ان احنا نصلح نصل الناس أنا بقول تاني إنه أتفهم تماما لكن بقول لأهالينا الكبار وأهالينا ولادنا الصغار الموجودين ثقوا أوعى تسمع حد يقولك الدولة عايز آه أصد الدولة عايز تشيرك من هنا علشان ندي الأرض المستثمر إيه وزفتي إيه إحنا عايزين نطور عايزين نغير زي ما شوفنا فيه مسلس مصبيره قالوا إيه شوفوا بقى عاملت زي دلوقتي قالوا إيه في الدويقة وفي مش عالة منشاية ناصر وألو في غيط العينب عندكم في اسكندرية كل الحاجات دي يا جماعة هدوا جوامع وإيه عملوا كذا وهياخدوا الأراضي يدوها المين على الإطلاق وإنتوا في اسكندرية بقول تاني اسكندرية بلدكم عايزين تبقى ترجع تاني اللي شابت وشاخت ترجع تاني تبقى عروس البحر الأبد المتوسط مش عايز أتكلم بارح بالليل اتفرجت على مجموعة فيديوهات للمدعو عبدالله الشريف هو بتكلم اكتشافت أنه هو من نفس المكان اكتشافت أنه هو من نفس المكان اللي كان فيه مبارح دوشة ويهة تظاهرات وغيره والبقرة دي طلعت عبدالله الشريف بقول تاني بس فينا سمحترمة جدا 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 أهلينا وأنا بتواصل معاهم من نفس المكان في غاية الاحترام والتقدير فأنا بقول بالراحة اسمعوا بالراحة اعقلوا بالراحة لا تصدقوا ما يشع بلاش الإشاعات بلاش الشائعات بلاش كلام وأنا واسق تماما أن الناس في اسكندرية سواء المحافظ المحترم ابن الأصول أو موديل منطل عسكرية الشمالية في اسكندرية أو الهاية الأندسية أو الناس النواب اتحركوا النواب اسكندرية تحركوا مع الدولة اتحركوا مع الجهاز التنفيذي اتحركوا وشاركوا بلاش نقف في المنطقة الرمضية انا ما بتهمش حد والله ومعرفش ولا اسم بسكندري ولا اسم نائب بس انا بقول ابدأوا تحركوا وشمروا وانزلوا معلش تتعفروا اتعفروا وشرحوا الاهلين الناس ما سموش الفرصة لمجموعة مرتزقة ومجموعة متجولين في عالم السياسة يتحكوا عن الناس الناس فهمين طبعا بس انا بقول اعتقد يعني انه فيه تحرك شعبي المفروض يكون موجود وانا اقول اعضاء نادي اعضاء مجلس الشيوخ واعضاء مجلس النواب يتحركوا بشكل نشرح لنسمع منهم نسمع من الناس نسمع من الناس مش شرط احنا لازم نسمع ونشوف ممكن ويكون عندهم قراء ممكن يكون عندهم حق في حاجة نسمهم فهمهم الحاجة ونشرح لهم ونقعد مع الناس مش نقعد نتكلم ما تسيبوش الامور لاخرين مش عايزين نسيب فراغ لاخرين يبدأوا يلعبوا في ادمغت الناس ترجمة نانسي قنقر